شهد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة انطلاق عدد من الفعاليات الاقتصادية التي ينظمها مجلس التنمية الاقتصادية تزامنا مع زيارة رسمية لوفد مملكة البحرين الاقتصادي إلى إسرائيل الفعالية قيمت بحضور عدد من رجال وسيدات الأعمال وبمشاركة الجهات ذات العلاقة بالشان الاقتصادي والاستثماري في كلا البلدين حيث ثمن سعادة الوزير مثل هذه الفعاليات التي تهجف إلى الترويج للمناخ الاستثماري والتنموي لمملكة البحرين كما أثنى سعادة الوزير على الجهود المتميزة التي يبذلها مجلس التنمية الاقتصادية والقطاع الخاص والفعاليات الاقتصادية وتعاونها المخلص مع القطاع الحكومي في تعزيز توجهات التنمية الاقتصادية والترويج للبحرين كوجهة استثمارية مهمة وموقع استراتيجي للأعمال في عموم المنطقة وتضمنت البرامج الاقتصادية الترويجية العديد من الموضوعات والفعاليات والتي من بينها ندوة حول اتجاهات صناعة التكنولوجيا الفائقة للنظام الايكولوجي للأعمال الإسرائيلية ونظر عما عن فرص وعروض الاستثمار في مملكة البحرين